أعتقد أنه لا دورك ولا مهمتك يسمح لك أن يكون فيه زي ما صار بتقول إذا كانت ده تحذير أو إذا كانت ده تهديد من أي نوع لكن في جميع الأحوال ما أعتقدش أنه ده دورك أو دور المكان اللي أنت موجود فيه وأعتقد أنه ده إذا كان أو إذا كنت حضرتك بتتصور أنه ده ممكن يدين محمود كهرباء في شيء فأعتقد أنه في المقام الأول بيدين حضرتك لأنه بداية طبعا أعتقد أنه لغة التهديد والابتزاز دي ما أعتقد أنها وتوقعنا واعتقدنا أنها انتهت خلاص يعني فترة مرحلة السديهات والابتزاز والمعلومات والملفات دي خلصت عدنا منها وانتهت وما أعتقدش أنه جمهور الكرة حابب يشوفها بترجع بشكل أو بآخر الجزئية التانية إذا كان حضرتك عندك ملفات دين ليه حضرتك ما ظهرتهاش في أي وقت سابق قبل كده وليه حتفست بيه عشان تخرجها في توقيت من الممكن أنه يحقق لحضرتك مصلحة بالتالي أعتقد ده بيدين حضرتك إحنا في الأهلي كنا تعودنا واتفقنا مع كل جمهور نادي الأهلي لأنه إحنا عندنا ما يشغلنا بالفعل يعني إحنا ما بنلتفتش وما بنحاولش أن إحنا نتجر لجزئية المصادمات الإعلامية رغم أنها كتير جدا والحقيقة الناس كلها ودي واحدة من ضربة النجاح وإحنا متفاهمين ده كواس جدا أنه الأهلي بنجاحاته وبطولاته وإنجازاته محل متابعة تقريبا شو missile دايما أي حد في مصر فاضي ما عندوش حاجة هتلاقي بيتكلم على الأهلي أي حد عايز يركب تريند أو أي حد بيدور على نسبة مشاهدة هتلاقي بيتكلم على الأهلي أو بيستفز جمهور النادي أو بيحاول يستفز جمهور النادي الأهلي أو بيهين رمز من رموز النادي الأهلي عشان يستفز الجمهور على المشاركة والتفاعل ودي مدرسة احنا فاهمينها وأعتقد أنه سنة بسنة جمهور النادي الأهلي أصبح واعي جداً للكلام ده لكن الأهم أنه في حاجات كتيرة جداً في رياضة المصرية وفي حاجات كتيرة جداً في الأندية الأخرى وخصوصاً الأندية المنافسة أعتقد أنها ممكن تكون محل اهتمام أكتر من كده بكتير مع كامل الاحترام والتقدير طبعاً للكلام اللي اتقال ده لأنه متهاليش في حد في مصر على دراية كاملة بطبيعة الوقع بعد أقل من ساعة من حدوثها في الملعب محدش يعرف لغاية النهاردة أو لغاية اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها إيه اللي حصل الأهلي خلينا يبقى متفقين الأهلي لا يبحث عن إنجاز في الفضائيات أو في وسائل الإعلام المختلفة الأهلي مختارش أنه يكون رقم 35 على العالم ده كان قرار الفيفا أو 36 على العالم وأعتقد أنه في آخر تحديث بقى 42 لأنه الأرقام متغيرة حسب مشاركات كل الأندية في العالم الأهلي مختارش أنه هو يكون نادي القرن بالعكس النادي تم إبلاغه طبقا لمعايير وضعت قبل الإعلان عن اللقب بسنين طويلة جدا وتم إعلان كل الأندية الإفريقية بيها وحصل النادي الأهلي على لقب القرن كابتن محمود الخطيم ما نزلش اشترى مدليات برونزية ورح حطها على فرقبة نجوم النادي الأهلي وقال لهم مبروك أنتوا كسبتوا برونزية العالم كل دي إنجازات حال أهلي بمجهود وبتعب وبعرق وبتخطيط وبتركيز كبير جدا اللي بتهيألي لو حجم التركيز في محاولة تكسير أو إحباط أو تصدير الإحباط للنادي الأهلي وجماهيره اتبذلت في تطوير منظومة الأندية الأخرى أعتقد الرياضة المصريية تستفيد بشكل كبير جدا يعني أعتقد أنه إحنا لو قسنا إنجازات النادي الأهلي وإنجازات الأندية المصريية كلها اللي حصلت في عشرين سنة ولو توقعنا أو تخيلنا أنها ممكن تتكرر في عشرين سنة جاية لكم حضراتكم أن تتخيلوا شكل المنافسة هيكون نوحة إيه شكل الجماهيرية هيكون نوحة إيه أنا مش بأتكلم بس على إنجازات الأهلي إنجازات الأهلي وإنجازات الأندية المنافسة بصوا ورجعوا وبصوا في دفاتر عشرين سنة فاتت وشوفوا الأهلي حقق إيه أنا أتمنى أن المنافسة تكون دائما موجودة وأتمنى أن نادي الأهلي نفسه فريق واثنين وثلاثة واربعة لأنه ده بيصبوا في مساحة النادي الأهلي ومن بعدها بيصبوا في مساحة الرياضة المصرية لكن طول ما إحنا بنحاول نكسر في الأهلي ونهدم في الأهلي ونشوه في الأهلي أعتقد ده ما أعتقدش أنه هي بدينا نتيجة إيجابية على الإطلاق لا بيعطل الأهلي ثابت بالدليل القاطع يعني في خلال سنتين حتى أنا يمكن كم من ناس أنا في قناة النادي الأهلي ما بيأسرش مطبط كتير قوي حصلت علينا في سبع تمن شهور وتبعناها ومنعش الأهلي أن يكون بطل أفريقيا وبطل دوري وبطل كاس متالة عالم وإن شاء الله بطل سوبر إفريقي إن شاء الله بطل سوبر مصري وإن شاء الله بإذن الله بطل العشرة فأنا بيتهيق لي كل الحالات ما تحاولش تخلي الأهلي شمعة تعلق عليها عجزك ما تحاولش تخلي الأهلي شمعة تعلق عليها فشلك طول ما أنت بتصدر للناس كلها أن فيه مؤامرات من الاتحادات القرية والاتحادات الدولية والاتحاد المصري ولجان التحكيم ومش ممكن تعلق ده أو مش ممكن الناس تشتري منك ده لشوية وقت وتفضل ما صدق لكل الوقت صعب جدا جدا عندنا كلام كتير جدا عايزيني أقول له حضراتكم النهاردة وهبتدي الحقيقة بمطش بارح يعني إحنا يمكن نتكلمنا هنا وصارها في البداية كده على مواجهة الماريخ وهو فريق طبعا محترم جدا لأنه في ناس برضه يعني بتكلم على أنه ماريخ فريق ضعيف زي ما كانوا بيتكلموا على أنه الدحيل فريق ضعيف زي ما كانوا بيتكلموا على أنه بالميراس فريق ضعيف على كل الأحوال كامل احتراموا التغذيل للماريخ نعرف أنه نادي كبير جدا على مستوى القرى الأفريقية ونادي بالتأكيد كبير جدا على مستوى السودان لكن في النهاية الأهلي أثبت للجميع الحقيقة أنه حاضر وجاهز